أعزائي المشاهدين علم آخر من أعلام العراق جمع بين العلم بالقانون والتضلع فيه وبين الشعر والأدب ذلك هو منير القاضي منير القاضي حقيقة يستحق أن نقف عنده لأكثر من سبب وأهمها أنه لم يكن مقتصرا على اختصاصه الضيق كما يقول الأكاديميون اليوم كان واسع المعرفة مثله مثل تلك الفئة ذلك الجيل الذي عاصره ممن بنى العراق وأسس مؤسساته ورسخ ثقافته جمع هؤلاء بين التعمق باختصاصاتهم وأيضا مع ذلك كانوا واسعي الثقافة منفتحين على مجالات المعرفية متنوعة كنا قد ذكرنا أن العلامة طاه باقر كان آثاريا بارعاً كان أديباً وبالتالي استطاع أن ينقل أو أن يترجم الكتب المهمة إلى اللغة العربية وجعلها بأسلوب أدبي جميل هؤلاء أفادوا من تنوع اختصاصاتهم تنوع معارفهم فأنتجوا شيئاً باقياً ومثيراً لإعجاب الأجيال من بعدهم منير القاضي كان واحداً من هؤلاء هو من بغدادي من أسرة انحدرت من الفراد من منطقة عانا وعاش في بغداد وكان أبوه قاضياً ومن هنا اكتسب هذا اللقب القاضي وأخوه كان أيضاً قانونياً وقاضياً يعني من أسرة عانت العلم القانوني لأكثر من جيل وبالتالي استحقت هذا اللقب بجدارة القاضي من المهم أن نقول بأنه يعني هذا الرجل ترك آثار مهمة كان واحداً من أهم المشرعين الذين عهد إليهم تشريع أو المشاركة في تشريع عدد من القوانين التي ظلت سارية ومهمة في العراق لأجيال من بعدهم تلقى دراسته في البدارس النظامية ولكن لم يكتفي بذلك كان ذلك الجيل حقيقةً يختلف عن جيلنا في أنه الطالب لم يكن يقتصر على ما يدرسه في مدرسته وإنما كان هؤلاء يقصدون مجالس العلماء والأدباء يأخذون عنهم مباشرة خلاصة خبراتهم ليس بالضرورة أن تكون تلك الخبرات في مجال التخصص الدقيق وإنما كانت خبراتهم في الحياة يكتسبون السلوك العلمي كما نقول اليوم فمنير القاضي منذ عهد مبكر من شبابه كان يقصد علماء الحلة يعني هو عاش شطراً من حياته الأولى في الحلة وأيضاً علماء بغداد يعني لا نحب أن نذكر تلك القائمة الطويلة من العلماء الكبار الذين التقى بهم وأخذ عنهم العلم أو تأثر بهم إن كان في مجال القانون أو في مجالات أخرى يعني منهم على سبيل المثال يعني العلامة مصطفى الواعظ علي علاء الدين الآلوسي في الحلة محمود السماكي أحد كبار علماء الحلة الشيخ يحيى الوتري أسماء كبيرة وجليلة كان الرجل يقصدهم ويأخذ عنهم ويتأثر بهم ويعني حقق نضجاً علمياً محموداً حتى أنه دخل في طبعاً هذا الكلام في أواخر العهد العثماني دخل في دورة لتخريج المدرسين سمي الدورة تخريج المعلمين أو دورة المعلمين هذا الكلام في بدايات القرن العشرين وكانت الحاجة حاجة المدارس في العراق إلى مدرسين أكفاء يمكن أن يقودوا حركة التعليم يعني كانت هناك مشكلة توفير المدرس جيد للمدارس التي بدأت تؤسس وتنهض فدرس فعلاً بعد تخرجه في المدرسة البارودية في بغداد وهي إحدى المدارس الجيدة في ذلك العصر في بدايات القرن العشرين ثم درس في الإعدادية أو كانت تسمى الثانوية المدرسة الثانوية وهي الإعدادية المركزية اليوم وهي أحسن مدارس بغداد في ذلك الوقت وربما حتى اليوم درس في المدرسة العسكرية التي عرفت في الثلاثينات بالكلية العسكرية وربما يتساءل البعض ما هي طبيعة تدريسه في هذه المدرسة العسكرية كان يدرس الأدب يدرس اللغة يدرس اللغة العربية كان الضباط يعني تتوفر لهم فرصة دراسة اللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية في الكلية العسكرية كان أولئك الضباط فضلاً عن تخصصهم في مجال العلم العسكري والتدريب العسكري كانوا يتمتعون بقدرة في مجال اللغة في مجال الكتابة الأدبية وبالتالي لم يكن غريباً أن نجد طباطاً مثل طاه الهاشمي ومثل عبد المطلب الأمين وعبد القادر السحيل وغيرهم كانت لهم قدرة على يعني كتابة النص الأدبي وعلى كتابة الكتب المختلفة في غير مجال العلم العسكري وهم حتى حينما ترجموا كتب العلم العسكري كتبوها بلغة عالية وكانوا ينشرون بحوثهم في المجلة العسكرية كل ذلك لأنهم تلقوا دراسة أتيحت لهم على أيدي علماء كبار أمثال منير القاضي وغيره من المتخصصين منير القاضي حقيقةً شغل مواقع مهمة يعني ظهرت نباهته فأهلته لأن يشغل مواقع إدارية مختلفة ولكنه حتى حينما كان يتولى هذه المواقع كان الرجل صفته كمثقف غالب على صفته الوظيفية الإدارية البحثة فحينما عين مديراً لأوقاف بغداد فترة من الوقت لم يكتفي أن يكون يعني يشغل وظيفته ويعود إلى منزله بعد انتهاء دوام كما يفعل كثير من الموظفين كان الرجل مهتماً بتعزيز التقافة بدعم المعاهد والمساجد وغيرها بخزاء الكتب كثير من خزاء الكتب حقيقةً كان هو السبب وراء إنشائها وإلحاقها بكثير من المنشآت حتى الدينية في ذلك الوقت أيضاً عين مفتشاً عاماً في مديرية الأوقاف العامة تقلب في المناصب القانونية والقضائية وهذا هو الأمر المهم حتى وصل إلى يعني أصبح مدرساً في كلية الحقوق في كلية القانون وعين أيضاً سكرتيراً أو رئيساً لديوان مجلس الوزراء وأختير وزيراً للتربية في بعض الأوقات هذا الرجل حقيقةً كان نشطاً تماماً وكان كفوءاً في كل المواقع التي شغلها إن كانت قضائية أو قانونية أو تربوية أو إدارية كان في كل هذه المواقع التي شغلها مؤسساً بناءاً يترك وراءه أثراً مهماً أما خزارات كتب أو صيانة أو للمؤسسات الدينية المختلفة أو تشريعاً أو نظاماً أو غير ذلك من المآثر التي تذكر له في عام 1958 أحيل للتقاعد بسبب عمره ووصوله للسنة القانونية للتقاعد ولكن مع ذلك لم يقبع في بيته كما يفعل المتقاعدون غالباً وإنما كان قد شغل نفسه بالكتابة بالبحث بمجالات علمية مختلفة أصبح أختير عضواً في المجمع العلمي العراقي حتى أنه أصبح رئيساً في بعض الفترات لهذا المجمع لهذه المؤسسة العلمية الكبيرة ألف مجموعة من المؤلفات يضيق المجال عن ذكرها ولكن نقول أنه ليس في مجال القانون بل حتى في مجال الأدب كتب كتاباً مهماً عن فن القصة في القرآن الكريم عن المحاورات القرآن الكريم هذه كتب يعني لا يكتب فيها إلا من بلغ شئواً بعيداً في مجال الأدب والتبحر في العلوم القرآنية وإضافة إلى ذلك فأنه ألف كتباً مهمة وشروحاً لقوانين عراقية كثيرة يعني منها مثلاً كتاب شرح أحكام المجلة المجلة هي مجموعة القوانين التي كانت شرعت أو وضعت أو رتبت في العهد العثماني فاحتج إلى شرح لهذه الأحكام فشرحها في كتاب مهم وربما كان من أوائل الكتب التي شرحت هذه الموسوعة القانونية الكبيرة وأذكر أن أحد طلبة الدكتوراه في إحدى الجامعات المصرية تصل بي منذ فترة وجيزة يسألني كيف يمكن الحصول على هذا الكتاب المهم لأنه يريد أن يتخذه موضوعاً لرسالته الجامعية رسالة الدكتوراه وحقيقة يؤسفني أني لم أستطع أن ألبي له هذا الطلب لأن هذا الكتاب فقد من المكتبات منذ عهد بعيد وكتب كتباً أخرى في قضايا مثلاً كتب في مجال الفرائض في علم الفرائض كتب في مجالات كثيرة في الأحوال الشخصية كتب في مجالات القانون المختلفة منه مثلاً عن الوصية كتب عن الإجارة كتب محاضرات المهمة جداً محاضرات في القانون المدني كتب شرحاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية كتب كتاباً سماه ملتقى الأبحر أو ملتقى البحرين في القانون المدني وكتب أخرى تنم عن سعة ثقافته منها بعض نواحي عن الإسلام يعني كتاب يدل على تعمقه في التراث الإسلامي وبل أنه كتب كتاباً عن خزانة العتبة الحسينية المقدسة بهذا الإسم يعني يبدو أنه وصف فيه مخطوطات النفائس هذه الخزانة من المخطوطات التراثية كتب أشياء يعني كتب شرحاً على سبيل المثال لمتن مشهور من كتب النحو اسمه الإظهار فشرحه كما يفعل العلماء السابقون يعني هذا مجال دقيق من مجالات البحث النحوي الإظهار رسالة مشهورة في النحو شرحها شرحاً يدل على مدى تبحره وتعمقه في الدراسات النحوية وكتب يعني كتاباً في علم البحث والمناظرة وهو أحد المجالات المعرفية التي عني بها السابقون هذا الرجل كان يعني لا يسقط القلم من يده كان تجده منصرفاً إلى الكتابة في مختلف المجالات وبنفس المقدار من البراعة والنباهة والمكنة ومع ذلك لم يكن منعزلاً عن الناس كان إنسانياً يعني حقيقة طلبته الذين درسوا على يديه في كلية الحقوق وقد أصبح عميداً لكلية الحقوق لفترة طويلة من الوقت يذكرون عنه أنه كان إنسانياً في تعامله مع طلبته تماماً ومع زملائه أيضاً وكان يساعدهم ويشجعهم على المضي في دراسة القانون ويشجعهم على توسعة ثقافتهم الأدبية أيضاً هذا الرجل أصبح اختير لهميته العلمية والأدبية اختير عضواً في المجمع العلمي العراقي بل رئيساً له في بعض السنوات وأظهر نشاطاً جماً من خلال نشاطات هذا المجمع أو من خلال عضويته في المجامع الأخرى عضواً مراسلاً للمجامع الأخرى مجمع العربي في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرة وغيرها رجل دائب الحركة كثير النشاط ربما مما تميز به مونير القاضي هي قدرته على الصياغ القانونية هذه الصياغ قضية دقيقة مهمة يعني يعرف القانونيون أن من أهم ما يجب أن يتمتع به المشرع قدرته على الصياغة أن يعبر على المعنى القانوني بعبارة واضحة مشرقة لا تحمل معها أي لبس كان هذا الرجل بما أوتي من معرفة في مجالات اللغة والأدب كان قادراً تماماً على أن يأتي بالعبارة التي لا يمكن أن تأتي كلمة أو عبارة أخرى مناظرة لها أو مشابهة يعني يأتي بالعبارة المتقنة وبالتالي الفتاوى التي كان يعني يسأل فيها يستفتى فيها التشريعات التي كان يشارك في وضعها الكتب التي كان يؤلفها كانت تتمتع بهذه الميزة الدقيقة والمهمة حتى أصبحت كتاباته مدرسة للآخرين يعني للأجيال اللاحقة من دارسي القانون يتعلمون من خلالها تلك المكنة والقدرة على هذه الصياغة ولم يكن هذا عجيباً كان الرجل كما قلنا نحوياً ولغوياً لكن فاتنا أن نقول كان شاعراً أيضاً وحقيقة له قصائد مهمة وتنمو عن رهافة حس في الشعر يعني تستغرب كيف أن هذا الرجل قضى وقته وجهده في النصوص التي يمكن أن نسميها الجامدة النصوص القانونية لكنه كان يتمتع برهافة حس بحيث أنه كان ينظم القصائد الجميلة والرائعة بل أنه كان خبيراً في نقد النص الشعري مقدمته لكتاب نبض أو لديوان نبض الوجدان للشاعر العراقي الكبير حافظ جميل تنمو عن قدرة يعني مبهرة في مجال نقد النص الشعري كانت مقدمة جميلة ويعني حقيقة كان هذا الرجل متنوع الاهتمامات والمعارف مع ذلك إضافة إلى ذلك كله لم يكن هذا الرجل يعني بعيداً عن مجتمعه كان دائب الحضور إلى المجالس الأدبية وأي مجالس كانت في بغداد في عهده يعني في ثلاثينات واربعينات وخمسينات القرن الماضي كانت هذه المجالس يعقدها كبار علية القوم في مجال الأدبي والشعري والعلمي ويحضرها النخبة من مثقفي ذلك الوقت يعني تجده مرة في مجلس الشيخ العلامة أمحمد رضى الشبيبي في الكرادة وتجده مرة أخرى في مجلس فلان من الأدباء وفلان من العلماء هنا وهنا في مجلس حمد الأعظم في الأعظمية يتجده يعني يتنقل بين هذه المجالس ويقصده الناس حينما يذهب إلى مجلس من هذه المجالس يقصده الناس يأخذون عنه ويسمعون منه الرأي الناضج أو القصيدة الجميلة أو الرأي القانوني الجيد من مآثره ربما التي فاتنا أن نوه بها أنه كان معنيا بالقراءة وباقتناء الكتب حتى أنه جمع مكتبة ضخمة فيها أهم الكتب في مجال القانون وفي مجالات الأدب والنحو وغير ذلك من اهتماماته مكتبة علمية أدبية مبهرة وقفها على طلبة العلم وعلى المتقفين الذين يمكن أن يراجعوا هذه المكتبة حتى بعد وفاته ووقف داره دار بيته يعني دار سكنه عليها وكانت تلك الدار في منطقة نجيب باشا على كورنيش الأعظمية وكنت أجد كلما أمر بهذا الشارع هذا الكورنيش يعني لوحة نحاسية كتب عليها مكتبة المرحوم مونير القاضي كان مونير القاضي حيا في حياته وحيا بعد وفاته أيضا كان نافعا في حياته ونافعا بعد قضاء أجله رحم الله هذا العلامة المشرع الأديب الشاعر الكبير وإلى حديث آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة